قصة إنقاذ الغابة هي قصة هادفة للأطفال الصغار مقدمة لكم من قناة لرشيد تي المعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال قبل النوم وتحكي هذه القصة عن أربعة حيوانات وهم الزرافة والتمساح والقرد وطاء استطاعوا تكوين صداقة مع بعضهم وعندما تعرضت الغابة لخطر الحريق ماذا فعلت الأصدقاء يترى هذا ما سوف نعرفه في القصة كانت غابة اليسمين غابة كبيرة وكثيفة وملية بالحياة وفي قلب الغابة كانت هناك بحيرة صغيرة تتجمع بها المياه العذبة القادمة من شلال قريب وهناك حول البحيرة عاشت مجموعة من الحيوانات المختلفة وفي أحد الأيام استيقظت زافة صغيرة اسمها زهرة مبكرا علي صوت غريب يصدر من اتجاه البحيرة ذهبت زهرة لتتأكد من الأمر فوجدت بجانب البحيرة تنساحا يبكي بحرقة والدموع تنهمر عينيه سلته زهرة قائلة ما بك يا تنساح لماذا تبكي؟ نظر إليها التنساح بحزن وقال أيتها زرفة صغيرة وانا أبكي لأني فقدت صديقي العزيزة ضفدع كوكو لقد عاش هنا في هذه البحيرة منذ أكثر من عام وقد كنا أعز أصدقاء ودائما نقضي الوقت ونستمتع معا والآن رحل إلى غابة أخرى وتركني وحيدا شعرت زهرة بالحزن بسبب حالة التنساح فقالت له لا تحزن يا تنساح سأساعدك في البحث عن صديق جديد اتسن التنساح وقال شكرا لك يا زهرة أن نتيحق انطيبة القلب وهكذا بدأت مغامرة زهرة مع التنساح في الغابة للبحث عن صديق جديد له وتابعت زهرة والتنساح البحث في الغابة وعد التجول قليلا في الغابة وجدا قردا صغيرا يقى أيضا فاقترب منه التنساح وزهرا وسلاه عن سبب بكائه فقال القرد بأنه فقد أمه أصبح وحيدا ولا يستطيع العثور على الطعام فشعر التنساح بحزن القرد الصغير فقال له لا تحزن يا قرد سنساعدك تعال وعش معنا حينها فرح القرد وذهب معهما وبعدها وصل الثلاث البحث معا حتى وجدوا طائر مصاب أحد جناحيه ولا يستطيع الطيرا وعندما اقتربوا التنساح والقرد الصغير والزرافة زهرة قال لهم الطائر حينها أحد أجنحتي مصابة بشدة فإما الموت جوعا وإما الوقوع فريسة لأحد الحيوانات المفترسة فقال له التنساح لا تخف تعال معنا وسوف نحميك حتى يتم شفاء جناحك حينها فرح الطائر كثيرا وذهب معهم مع مرور الوقت أصبح الأربعة أصدقاء لا يفترقون ويعيشون معا ويساعدوا عظم البعض وحينها فرح التنساح كثيرا لأنه وجد أصدقاء جدد لا يغادروه مثل الضفدع كوكو وعش الأصدقاء الأربعة في سعالف ومودة ووصلت زهرة مغامراتها في الغابة وقابلت العديد من الحيوانات وساعدت الكثير منها ونالت احترام ومحبة جميع من في الغابة لطيبة قلبها وحسن نواياها وأصبحت زهرة مثل رمز للخير في غابة الياسمين واستمرت مغامرات زهرة وأصدقائها في الغابة في إحدى الأيام كان الطائر يطير فوق الغابة عندها رأى دخانا كثيفا يتصعد من مكان قريب فهبط الطائر فورا وأخبر زهرة وأصدقائها عن الدخان فقالت تنساح حينها هذا يعني أن هناك حريقا في الغابة يجب أن نتحرك سريعا ذهب الأصدقاء إلى مكان الحريق فوجدوا أن النار بلد تلتهم شر الغابة الكثيفة وسمعوا صراخ بعض الحيوانات التي أصبحت محاصرة من نيران قالت زهرة يجب أن نساعدهم يا تنساح إن لا فمك بالماء من البحيرة وأطفئ النار وأنت يا قرد تلق إلى أعلى الأشجار وأنقذ الحيوانات العالقة وأنا سوف أستخدم رقبتي الطويلة كسلم وأخذ منك الحيوانات دون النزول من أعلي الشجرة لتقليل المسافة عليك وعمل الأصدقاء بسرعة وبالفعل نجحت تنساح في إطفاء كثير من النيران ونجح القرد في إنقاذ الكثير الطيور والحيوانات الصغيرة وأيضا نجحت زهرة في استقبال الحيوانات من القرد وإخراجهم من منطقة الحريق وبعد جهد طويل نجح الأصدقاء في إخماد الحريق ولن تتضرر الغابة إلا في منطقة صغيرة وأصبح الأصدقاء أبطالا في الغابة حيث أنقذوا الكثير من سكانها من الهلاك وكانا هم الفضل الأكبر في إنقاذ غابة اليسمين من الدمار وموت سكانها من الحيوانات وبعدها شكرتهم جميع الحيوانات علي ما فعلوه وتعلمت جميع الحيوانات من تعاونهم الرائع وحسن سلوكهم وذكائهم في التعامل مع المواقف الصعبة